هذه أبرز العناوين هذا موعد علول عيد الأضحاء المبارك في المغرب مادريد تتخذ إجراءات انتقامية في حق المغاربة بإسبانيا وهذه التفاصيل الملك محمد السادس يهنئ العاهلة البريطانية لماذا لا تقف فرنسا إلى جانب المصالح المغربية داخل البرلمان الأوروبي هذا موعد حلول عيد الأضحاء المبارك في المغرب توقعت حسابات فلكية أن يكون أول أيام عيد الأضحاء المبارك في المغرب الأربعاء 21 يوليوز المقبل موافقا للعشر من شهر دي حجة من سنة 1442 هجرية وتفيد حسابات فلكية لجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر بأن رؤية هلال شهر دي الحجة في المغرب مساء يوم السبت التاسع والعشرون من شهر دي القعدة 1442 هجرية الموافق للعشر من يوليوز 2021 ميلادية ستكون عسيرة جدا ومن المتوقع أيضا وفق حسابات فلكية متطابقة أن يحل عيد الأضحاء المبارك في المملكة العربية السعودية وبولدان إسلامية عديد يوم التلوتاء 20 يوليوز المقبل أي يوما واحدا قبل احتفال المغرب بأول أيام العيد ويقول خبراء علم الفلك إن المغرب يحظى بسمعة كبيرة ويتمتع بذقة عالية جدا في رصد أهلة الأشهر الهجرية ما يجعله مرجعا أساسيا مشهودا له بالصواب بين البلدان العربية والإسلامية مادريد تتخذ إجراءات انتقامية في حق المغارب بإسبانيا وهذه التفاصيل يبدو أن حكومة مادريد اختارت مصارا جديدا في الاستجابة للتوتر الأخير بين المغرب وإسبانيا حيث بدأت في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك ما حدث هذا الأسبوع حيث أطلقت السلطات الإسبانية حملات تستهدف المحلات الخداماتية التي يملكها المغاربة وبحسب معطيات صحفية فإن الحملة التي انطلقت كانت مفاجئة وانتقامية حيث خرجت العشرات من سيارات الشرطة الوطنية مرفوقة بقوات من الأمن المحلي والشرطة البلدية لتجوب كل شوارع المدينة طيلة ساعات مستهدفة فقط المقاهي التي يجتمع داخلها عادة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية وأضافت المصادر أن الشرطة لم تكلف نفسها عناء شرح سبب هذه الحملة الانتقائية لكنها طلبت تحديد هوية جميع الحاضرين وفتشت واعتقلت العديد من المغاربة بالإضافة إلى تفتيش المباني وعدم تفتيش المحلات لمواطنين من جنسيات أخرى بمن فيهم شهود عيان مرتبطون بمطاردة المهاجرين غير النظاميين كما يوجد في المدن الكتالونية كثيرين معتقدين أنها مرتبطة أيضا بالأزمة الديبروماسية بين الرباط ومدريد وتأتي هذه الحملة على خلفية تميزة بالتصعيد من إسبانيا إلى المغرب بعد دخول آلاف المهاجرين غير الشرعين إلى مدينة سبت المحتلة من الفنيدق والتي كان أبرزها يوم موافقة البرلمان الأوروبي على قرار يرفض استخدام القصر في هذه الأزمة التي كان أصلها من قبل النواب الذين اعتبروا الرباط مسؤولة عما حدث الملك محمد السادس يهنئ العاهلة البريطانية بعث الملك محمد السادس برقية تهنئ إلى الملك إليزابيت الثانية عاهلة المملكة المتحدة وذلك بمناسبة عيد ميلادها ومما جاء في هذه البرقية يصرني أن أتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد ميلاد جلالتكن مقرونة بعطب متمنياته لكن ولأسرتكن الملكية بموفور الصحة والسعادة والهناء وأضاف الملك محمد السادس هي مناسبة كذلك لأجدد لجلالتكن مدى اعتزاز بأواصل الصداقة العريقة والتقدير المتبادل التي تربط بين أسرتين الملكيتين لماذا لا تقف فرنسا إلى جانب المصالح المغربية داخل البرلمان الأوروبي؟ كان بإمكان باريس أن تتدخل بساغة تراها مناسبة داخل أروعة البرلمان الأوروبي حتى تطفئ نيران الأزمة بين مدريد والرباط لكنها اختارت التريط وعدم تجاوز عدود تحالفاتها الاستراتيجية داخل المنظومة الأوروبية دون أن يعني ذلك التخلي عن حليف وثيق هو المغرب وحاولت باريس جاهدة أن تقود وسطة بين الرباط ومدريد لتلطيف الأجواء بين المملكتين الجارتين لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تنجح في إنهاء مسببات الأزمة التي يظهر أنها أعقد من عقد وساطات ديبلوماسية أو محاولة تقريب بين وجهات النظر واتهم البرلمان الأوروبي المغرب باستخدام المهاجرين القصر أداة للضغط السياسي داعيا إسبانيا والمغرب إلى العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلتهم ورفض البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا في تصويته على نص اقترحه أعضاء إسبان استخدام المغرب ضوابط الحدود والهجرة وخاصة عن القصر غير المصحوبين بدويهم أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد واتهمت مادريد في سياق أزمتها مع الرباط السلطات المغربية باستغلال ملف الهجرة للضغط على الحكومة وأوروبا عبر فتح الحدود والمعابر في وجه المهاجرين الذين تدفقوا بالآلاف على سبت ومليلية المحتلتين بينما يؤكد المحللون أن الخطوة الأوروبية الأخيرة لن تكون ملزمة ولن تؤثر في مصالح الرباط ويشير المحلل السياسي مصطفى الطوصة إلى أن فرنسا في بداية الأزمة حاولت أن تقوم بوساطة عبر اتصالات قام بها وزير الخارجي الفرنسي لتلطيف الأجواء بين البلدين لكنها فشلت مبرزا أنه بالنسبة لموضوع الهجرة فإن باريس محصورة في تصرفاتها ولا تملك هامشة مناورة كبير لأن القضية أصبحت تهم الاتحاد الأوروبي كما قال الطوصة إن مادريد رفعت مخاوف بشأن الحدود الجنوبية لأوروبا إلى الاتحاد ولم يكن بوسع فرنسا أن تقوم بوساطة معلنة على الأقل في هذا الميدان لأنها محكومة بتضامنها في إطار منضومة الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا واستطرد الخبير المقيم في فرنسا لا يمكن لباريس أن تترك حليفتها في أوروبا وتقف إلى جانب الرباط لكن هذا لا يعني أن فرنسا ستبقى مكتوفة الأيدي مبرزا أن فرنسا من بين الدول التي تعي تماما أهمية المغرب السياسية والإستراتيجية في المنطقة وستحاول تلطيف الأجواء والقيام بوساطة سياسية بين البلدين تفاديا لأي قاطعة واستمرار التوتر بينهما لأن ذلك يشكل خطرا على دول الاتحاد وفرنسا على وجه الخصوص وأوضح الطوصة على المستوى العلني فرنسا مرغمة على تضامنها مع مادريد لكن على مستوى الكواليس هناك حركة كبيرة تقوم بها باريس لمحاولة تلطيف الأجواء بين البلدين مبرزا أن فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تعي تماما أن عمق المشكلة بين مادريد والريباط لا يدور حول الهجرة بل حول الصحراء والاعتراف الذي تريده الريباط لمغربية الصحراء اشتركوا في القناة